تشهد مدينة بنغازي استنفاراً أمنياً ملحوظاً تزامناً مع ذكرى الواحدة والسبعين لاستقلال البلاد والكلمة المرتقبة لقائد الجيش الوطني خليفة حفتر الذي يدور الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية حول ما يمكن أن تحمله مصادر الحدث أشارت إلى أن الخطابة سيرتكز على رؤية قيادة الجيش للمرحلة القادمة وحالة الانسداد السياسي القائمة وتوجه نحو فك الارتباط وأعلان الحكم الذاتي لإقليمي فر برقة وفزان خلال خطاب اليوم من بنغازي ينضم إلينا مراسل الحدث محمد مسعود أهلاً بك معنا محمد إن كان لديك طبعاً تفاصيل حول هذه الكلمة المرتقبة لخليفة حفتر وما تبعات هذه الكلمة توقعات صداها بعد هذه التسريبات في الشارع الليبي نعم تهاني كما كان تاريخ ذكرى الاستقلال وكما كان الاستقلال ذكرى مفصلية في تاريخ الدولة الليبية يبدو بأن مرور هذا التاريخ في ذكراه الواحدة والسبعين سوف تكون مفصلية أيضاً في المشهد السياسي في ليبيا وفي المرحلة السياسية الراهنة في الدولة الليبية في البداية نضع سادة المشاهدين تهاني في حالة الانتشار الأمني القص والتي تشهدها مدن شرق البلاد وبالأخص ثاني أكبر المدن الليبية مدينة بنغازي كما تشهدين من خلفه الآن هذه هي الحالة في أغلب شوارع والمفترقات والتقطعات الرئيسية داخل المدينة انتظاراً وتحسباً للكلمة المرتقبة لقائد عام الجيش المشير خليفة حفتر والتي سوف يعلم فيها عن رؤية الجيش في البداية وأيضاً توجه الجيش للمرحلة السياسية القادمة وموقف الجيش من هذه المرحلة هناك عديد التكهنات والتسريبات حيال هذه الكلمة سواء فيما يتعلق بإعلان الحكم الذاتي أو حتى فيما يتعلق بمستقبل الأجسام السياسية خاصة في شرق البلاد أو في جنوب البلاد وغرب البلاد أيضاً ولكن موقف قائلة الجيش بحسب كل المعطيات في الفترة الماضية كانت تصر بأنه لا حلول من الخارج كل الحلول التي أتت من خارج حدود الوطن كانت حلول مؤقتة فقط ولما يجد فيها الشعب سيادته أو حتى يجد فيها المواطنين يعني راحاتهم وتم استغلال كل ثروات ليبيا أيضاً مسألة عدم التوزيع العادل للثروات هي ركيزة أساسية سوف ينطلق منها خطاب قائد الجيش في هذا اليوم وأيضاً الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية المتدهورة وأيضاً ما هو موقف قيادة الجيش من خلال كل ما يحدث وأيضاً الحديث عن حوار سياسي جديد في الفترة القادمة لذلك سوف يرتكز هذا الخطاب وينطلق من هذه القواعد الأساسية أو هذه المرتكزات وأبرزها حالة الانسداد السياسي في الأفق الليبي والأفق السياسي الليبي حتى هذه اللحظة الآن ووجود سلطتين تنفيذيتين واستمرار المعاناة وتفاقومها بالإضافة أيضاً إلى أن الجيش هو من يحمي كل موارد الثروات الطبيعية في ليبيا سواء موانا النفط أو حتى حقول إنتاج هذا النفط لذلك هذه كلمة المرتقبة من المتوقع أن تشكل تغيراً ملحوظاً الوضع السياسي وما قبل هذه الكلمة بعدها الكلمة سوف تكلم قليلة القادمة ومعد محدد نظرات الأمنية المتوقع ساحة نعم محمد الصوت يتقطع محمد الصوت يتقطع لم نتمكن من سماع آخر جمل كنت تتحدث عنها إذا كان في مجال نسأل سؤال طيب نحاول أن تكون معنا إن شاء الله الساعة المقبلة لمعرفة مزيد من التطورات شكراً من بنغازي مرسل الحدث محمد مسعود